يبدو أن مسلسل التعذيب في السجون لم يقف وما تزال حلقاته الوحشية مستمرة في حصد أرواح العديد من السجناء وآخر ضحايا التعذيب هو السجين نبيل صالح الذي توفي إثناء تعذيب وحشي في سجن العدالة بغداد علي ياس والمزيد من التفاصيل ضحية أخرى من ضحايا التعذيب في السجون إذ فقد نبيل صالح حياته بسبب تعذيب مخيف داخل سجن العدالة الذي كان يقضي فيه فترة محكوميته نبيل أصيب قبل وفاته بفشل كلاوي بسبب التعذيب وهو ما تؤكد هذه الرسالة التي بعثها لعائلته والتي توثق لتفاصيل الحادث والتعذيب الذي تعرض له أحد أمناء ممتنة كان موضوع في سجن العدالة الثانية في بغداد واستخبر وذويبي أن أتعرض إلى حادث اعتداء من قبل حراس السجن بعد التوجه للسجن سلمهم رسالة مفادها بأن اثنين من حراس السجن اعتدوا عليها بالهروات ما أدى إلى توقف الكليتين عنده أتوجههم ولا قام الشك وقضائية في محكمة التحقيق الكاظمية السيد قاضي التحقيق طلب أحضار المحكوم تدوين الفاته قضائيا ولكن للأسف الشديد مدير السجن امتنع أحضار وتأمين أحضار المجنع عليه بقى يعاني من الفشل الكلاوي لفترة من الزمن رغم المخاطبات من محكمة التحقيق الكاظمية لكن مدير السجن امتنع أحضاره إلى أن وفاء العجل يوم 17.05.2022 داخل السجن عائلة نبيل تمتلك من الأدلة ما يدين عددا من عناصر الأمن في السجن الذي كان يتواجد فيه خاصة وإن رسالته الأخيرة لعائلته تحمل أسماء الأشخاص الذين عذبوه لذا فعائلته تطالب الجهات الحكومية وتحديد الرئيس الوزراء للنظر في القضية وإظهار حق ولدهم الذي لم يتبقى على إنقضاء فترة حكمه سوى سنة واحدة أنا أخو المجنع عليه رحت لمواجهة للسجن ولقيت أخوي المجنع عليه مضروب داخل السجن ومتعذي من ما أدى إلى التوقف كله وعده وبعدين وفاه الأجل وأناشد مكتب مصطفى الكاظمي بأن يأخذ الإجراءات القانونية ضد ذلك المتعرضي له بالضروب الرسالة اللي وصل ليها هي هاي الرسالة اللي كاتب بيها كل الأسماء اللي ضربينه وتعرضي له أي وهاي الرسالة تسلمها بيدي شخصيا يعني أنا أم السجين نبيل صالح حسن أطالب بحق ابني أطالب الكاظمي يأخذي حق ابني من هذولا ضربوه أوسقطوه ووقف أوكلاته وأنا أمه ليش يحرموني من ابني ليش يكتلون ابنه على اليمن ليش يضربونه أنا متانيت يخلص الحكم والتو يطلع لي سالم لو متانيت يطلعون أليه جنازه ويسلمون لي ياه أنا مطالبي أريد حق ابني أريد دم ابني أريد تعاقبون الكتلة وبني الضربوه ووقفه وكلاته هذا طلبه من الحكومة وحسبي الله ونعمل وكيل عليهم ما أقول غير الله الله ينتقم من عهتم إن شاء الله كل من ضربوا ابني وكل من صقاط ابني وكل من خرامني من ابني الله يحرمي لهو إن شاء الله أكون ليه الشباب هذا طفل ليش يدقون عليا شنها الظلم هذا شنها الحكومة هذا البلعراق وهكذا فإن حادثة نبيل تميط اللثام عما يحدث في السجون الحكومية من تعذيب وحشي يودي بحياة بعض الأشخاص لا ذنب لهم سوى إنهم وقعوا بين يدي أناصر أمن تتلذذ بالتعذيب من باب العلياس قناة وطن الفضائية